وشاهدين مع اقتراب موعد العودة إلى المدى سيواجه العديد من الأباء والأمهات تحديات بتنظيم نوم أطفالهم بعد فترة الإجازة الصيفية النوم الجيد يلعب دور حيوي بتحسين الأداء الأكاديمي والصحة العامة للأطفال وطبعا للحديث حول هذا الموضوع من رحب بضيفتنا رحمة علاوي واستشارة نوم الأطفال المعتمدة التي تنضم إلينا مباشرة من عمان ودكتور رحمة أهلا وسهلا بك أتمنى تكوني بخير اليوم أهلا سباح الخير أهلا فيك سؤال الأول لماذا يعد النوم الجيد مهما للأطفال خاصة عند العودة إلى المدرسة واليوم نخصص حديثنا للفئة العمرية بين 6 إلى 12 عاما صحيح أهلا كنا منعرف أهمية النوم كتير مهم أنه الشخص يعني كل الأشخاص يناموا منيحة لكي يصحوا يعني فيلينج هيكة رفشت العقل يكون صح صح عند الأطفال كتير مهم لأنه هرمونات النمو بتطلع فترة النوم فمهم أنه يناموا بطريقة منيحة على أساس يكونوا صحيين عقلهم يفتح لما يروح على المدرسة ما يضطروا يناموا مثلا بالصاف أو يكونوا مغفين مع المس عم تحكي بغفوا من قلة النوم فكتير مهم أنه نحاول نضبط نومهم قبل المدرسة مشان ينحصل على هذا الإشي يكونوا ناشيطين لما يروحوا على المدرسة طيب شو يعني قبل المدرسة؟ خلينا نحدد هيك سقف زماني عم نتحدث قبل أسابيع أو قبل أيام فقط؟ صحيح نحن نعرف أنه كل إشي دايما سهل نخربه بس كتير صعب أنه نضبط الشغلة فبتلاقي الأطفال أول ما تبلش عطلة المدرسة يعني بيسهروا مثلا أربع خمسة أيام وربعات بيصير خلاص الجسم متعود تلقائيا أنه يسهر كتير بالليل يتأخر بصحبته الصبح لنعدل هذا الإشي بدنا وقت أكتر فإحنا عم نحكي بحدود تقريبا ثلاث أسابيع يعني من أسبوعين لثلاث أسابيع قبل المدرسة مشان توصل فترة المدرسة يكون أسهل عليهم الوضع تكيف مع الوقت مع الوضع الجديد طيب كيف يمكن للأباء والأمهات مساعدة أطفالهم بالعودة إلى روتين نوم منتظم أهم إشي أنه الأب والأم وكل حدا مثلا إذا فيه أخي كبير أو يعني بالعيلة أهم إشي كلهم يكونوا متفقين كلياتهم مع بعض أنه يسمننا نعدل نوم الطفل بحيث لما الأم مثلا تدخله للطفل اللي ينام إذا مثلا طلعت من الغرفة وكانت في محل تاني بعدين طلع الطفل شاف أبوه مثلا يكونوا كلياتهم متفقين أنه لا هم على نفس السيستم ماشيا بدهم يزبطوا هذه النومة فالأب بتلاقي بيررجع الطفل على الغرفة وبحاول أنه يرجع لينام دائما أنا بنصح الأهالي أنه يبلشوا تصبيت النوم من الصبح يعني إحنا دائما بنحاول ننصح الطفل الصبح بدري مش إنه النيم بدري يعني الأطفال اللي مثلا متعودين يناموا واحدة بالليل 12 بالليل وبصحوا تقريبا 12 بهالحدود 11-12 بنحاول قبل بساعة نصحيهم يعني بحدود الساعة 11-10 لمدة 3 أيام كل 3 أيام منقدم ساعة تقريبا نص ساعة لساعة منقدم يعني تدريجيا بنوصل الوقت الصحيح للساعة البيولوجية عند الطفل اللي هي أنه يصحى بدري تقريبا عن ساعة 7 السبح وينام بدري بحدود الساعة 8-9 بالليل طيب هيدا بحال الفئة العمرية كانت من 6 سنوات إلى 12 عاما طيب ما هي أفضل الطرق لتحديد وقت النوم المناسب للأطفال بأعمار أكبر من 12 سنة واللي أمضوا الصيف بالسهر وقت متأخر صحيح هلأ من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة مهم أنه يناموا بالليل تقريبا من 9 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة بالليل أما الفئة العمرية اللي أكبر يعني بحدود فوق 13 سنة لحد ديت حتى 18 سنة يعني احنا منحكي بحدود التينيجر مهم أنه يناموا تقريبا 8 ساعات إلى 10 ساعات متواصلة بالليل ما منفضل يكون غفوات خلال اليوم منفضل أنه كل النوم يكون وقت الليل فقط مشان يعني هرمونات النمو وأشياء يعني تطلع بالجسم وقت نومة الليل أفضل من نومة الصبح يعني غفوات الصبح مرات ما بتلعب لصالحنا بأنه نقدر نحصل على هدولة ساعات النوم خلال الليل نعم طيب كيف نتعامل مع مقاومة الأطفال للنوم بالوقت المحدد؟ هذا الموضوع أعتقد أنه هو الأصعب صحيح صحيح هلا كتير مهم أنه يكون في عنا زي تحفيز لهم يعني مثلا نحاول أول شيء لازم صراحا نعود ونحكي معهم حوار يعني نفهمهم ليش مهم أنه يناموا بالليل منقدر يعني للأطفال مثلا البنات مثلا اللي بيحبوا الشعرات وهيكا بنصير نحكي لهم أنه الهرمونات النمو مشان يصير شعرك حلو لازم تنامي بالليل مشان يصير يطلع الأشياء بالليل يصير شعراتك حلوية للأطفال مثلا للأولاد بتصير قوي شوف كيف بابا شوف كيف أخوك وهكذا منشجعهم من هذا المنطق بالحوار لأنه كتير مهم نحكي معهم نفهمهم ليش نحنا مهتمين أنهم يناموا بالطريقة الأحسن إيش التاني العامل التاني اللي هو للأطفال اللي صعر شوي الحوار معهم لأنه في أطفال يعني كتير بتلاقيهم أنه لا ما بدي هيكا مش مقترع أنا بهيكا لهدول الأطفال أنا بنصح أنه نعطي زي تحفيزات لهم فمثلا إذا بتنام نتفع نعمل اتفاق إذا بتنام مثلا لمدة أربع تيام متواصلة تنام بدري وتصحى بدري حعطيك مثلا حنشتري إشي بسيط يعني إشي هو بحبه الطفل نعم ممكن يعني تكون تحفيزات بسيطة ومش إشي كبيرة مشان ما يصير عنده خلص ما يصير عنده هذا الشغف أنه ينام فأشياء كبيرة ما منعطي من أولها منعطي أشياء صغيرة ممكن يكون يعني بكل سهولة أو بكل simple as إنه بس مثلا إذا نمت لمدة أربع تيام بدري وصحيت بدري بعطيك مثلا gaming hours أو مثلا تعود على التلفزيون نص ساعة زيادة اليوم مثلا يعني بهالأشياء نعم طيب الموضوع اللي بدي أسألك عنه هلأ ربما هو معاناة الجميع يعني مع الأطفال ومع أنفسنا بالحقيقة الأجهزة الإلكترونية وسؤالي لإلي كيف ممكن للأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا أنه تأثر على نوم الأطفال وشو هي النصائح اللي بتأدمي لها لتقليل هذا التأثير صحيح التكنولوجيا والأجهزة يعني سواء التلفزيون الموبايل الآيباد كلياتها بتأثر على نومنا لأنه هي بتطلع أشعة اسمها بلولايت بتأثر على عملية إنتاج هرمون النوم بجسم اللي هو الميلتونين للاكبار يعني نحن للاكبار دايما عندهم انترابات بالنوم أول إشي منحكي لهم إنه حاولوا قبل بنص ساعة من نومتكم حطوا الموبايل يعني خلاص ما تستعملوا واستبدلوا مثلا بقراءة بكتابة هذا الإشي بساعد على إنه يهدي جسم ويحاول إنه يدخل بموضوع يعني بمود النوم نفس الإشي للأطفال فيه نوعين من الأطفال فيه أطفال كتير بتحسيهم مدمنين على الشاشة وعلى التكنولوجيا هذول الأطفال منحاول إنه نخفف لهم الساعات اللي بيحضروها مثلا منبلش كمان تدريجيا مثلا منخفف نص ساعة لمدة ثلاثة أيام وبعدين منخفف كمان ساعة ساعتين وهكذا لبينما يكون وقت المغرب مثلا ما فيه أي نوع من التكنولوجيا قبل النوم أو بمعدل تقريبا ساعتين لثلاثة قبل النوم ما يكون فيه استعمال لهذه الأجهزة نعم طيب ماذا بالنسبة لموضوع اضطرابات النوم عند الأطفال هناك الكثير من الأطفال اللي عندهم اضطرابات عندهم ربما الاستيقاظ بمنتصف الليل الخوف من النوم لوحدهم كل هذه اضطرابات كيف نقدر نتعامل معها اضطرابات النوم عديدة صراحة كثير فيه أسباب ممكن يتشكل عندي اضطرابات نوم ممكن تكون عامل الخوف ممكن تكون عامل عدم تنظيم أوقات النوم فدائما النصيح الأولى هو أول شيء منبلش أن ننظم نومهم بالأوقات اللي حكينا عنها اللي هي بتكون نفس الساعة البيولوجية عند الأطفال أو عند الأشخاص حتى عند الكبار اللي هي أنه يصحوا بدري ويناموا بدري لما نضبط هذا الموضوع ونستمر عليه لمدة يعني لا تقل عن عشر أيام ولسه في اضطرابات نوم منحاولنا نطلع على العوامل تانية مثلا نفرض أنه مثلا في عامل الخوف أوكي منحكي معهم بالموضوع منحط مثلا نواسة خفيفة خافتة لأنه يشوفوا أنه ما فيه إيش بالغرفة وهكذا إذا برضه ما زبطت هاي الأشياء طبعا أنه هي عدة أسباب ممكن تكون أو ممكن تكون أكتر من سبب مرة واحدة أكيد مننصحهم أنه يحكوا مع مستشارين ومختصين بهذا المجال مشان يعرفوا ويحلوا لهم المشكلة طيب بالعادة بنطلب نحن يعني من أي مستشار أنه يوجه نصيحة للأباء والأمهات إذا طلبت منك نصيحة للأطفال اللي اليوم ربما هيك يفرجوهم أهلهم هالمقابلة شو بتواجهي نصيحة اليوم قبل بدء موسم المدارس؟ النصيحة اللي كتير مهمة أنه لكل الأطفال بحب أحكي لهم مشان تصيروا شطورين بالمدرسة وتكونوا مصحصحين وتكون علاماتكم كتير ممتازة وأهل فيكم ينبسطوا منكم ويجبوا لكم الأشياء اللي أنتوا بدكم إياها كتير مهم أنكم تناموا بدري وتصحوا بدري مشان تكونوا نشيطين وقادرين تستوعبوا وتكون المعلومة كتير سهلة بالنسبة لكم والدراسة كلياتها سهلة بالنسبة لكم فليز ناموا منيح مشان تحصلوا على هذا الإشي شكرا جزيلا لك رحمة علاوي مستشارة نوم الأطفال المعتمدة حدثتنا مباشرة من عمان شكرا لإلك شكرا لإلك